بسم الاب والابن والروح الكدس الاله الواحد امين احنا سفر الخروب اصحاح خمسة في الاصحاحات السابقة الله كلف موسى بانه يروح لفرعون و يطلب منه اطلاق صراح الشعب من عبوضيته المرة في ارض مصر عشان يخرجوا ويبقوا امه مقدسة لله يعيشوا معاه في استقلال وفي خضوع لله مباشرة وهنا فرعون هو رمز لابليس والشعب اللي خاضع ليه رمز للعبودية بتاعت ابليس ومجيء نوسى يرمز لمجيء السيد المسيح لكي يفلس الشعب وخرجهم من ارض مصر يرمز الى خروجنا احنا من العبودية والله كلف نوسى واعطاه قوة وبرهين عشان يقدر يتمم هذه المهمة في الاسحاح الخمسة بداية الحركة بتاعت موسى لتحرير الشعب يقوله بعد ذلك دخل موسى وهارون وقال لفرعون هكذا يقول الرب اله اسرائيل اطلق شعبي ليعيدوا ليه في البريه دخل موسى وهارون موسى يمثل الناموس والانبياء وهارون يمثل الكهنوت احنا مش هنقدر نتحرر من عبودية ابليس بدون الحكتين دول الناموس والانبياء يعني كتاب المقدس والكهنوت يعني العباد وهنا برضو احب انوه ليكم ان فيه كتير من شعبنا بيتمسك بجانب من الجانبين ودي قلت هلكم قبل كده بس بأكد عليه ناس يبقوا شطار في درس الكتاب لكنهم مش شطار في الكنسيات مش حافظ الالحان مش مندمج مع الكنيسة مش متمزج ممكن يجي الكنيسة يحضر العزر بتاعته بالدس ويمشي هي دي اللي عايزها يعني لكن هو ملوش في الكنسيات وفيه جزء تاني عكسه تماما تلقيه شماس شاطر في الالحان ومواظب وعارف كل تقس الكنيسة ومناسباتها واعيادها وتلاقيه يظهر معانا في الجمعة العظيمة ويظهر معانا ليلة العيد وهو اللي حافظ الالحان وهو اللي بيقود وهو اللي بيشعل للدنيا باللح ولكنه لا يفقه شيء في كتاب المقدس وتلاقيه لما يقف يقرأ في القطمارس يغلط يغلط لأنه مش عارف هو بيقرأ ايه اول مرة اتعدي عليه كلمات فبيغلط لكن لو واحد دارس وعارف فاهم هو بيقول الاتنين عبارة عن جناحين بمطير بيهم لربنا الكتاب المقدس والكنيس كلمة الله والعباد عاملين زي السلكين بتوع الكهرباء لو واحد منهم اتقطع الدايرة تتفتح والكهرباء تنقطع لازم السلكتين عشان يبقى فيه دايرة في العبادة نحن نتكلم مع الله وفي الكتاب المقدس هو يتكلم معنا موسى بيجيب لنا كلمة ربنا وهارون بيرفع صلواتنا امام الله فالاتنين لازم يكونوا موجودين موسى وهارون كلاهما دخل لفرعون عشان يطلق الشعب وانت ايضا تدخل للشيطان وتتحارب معاه وتغلبه لو كنت متمسك في حياتك بموسى يعني كتاب المقدس وهارون يعني الكهنوت هل ليك اب اكراف هل ليك علاقة مع كهنوت الكنيسة هل ليك علاقة مع طقس الكنيسة اللي بيعملوه الكهنة وهل ليك علاقة مع الكتاب المقدس هم دول اللي نغلب بيهم فرعون العقلي اول ما دخلوا الفرعون قالوا له هكذا يقول الرب اله اسرائيل هنا بيتكلموا باسم الرب مش بكلامهم الخاص وده سبب قوة كلامهم الله هو المتكلم هكذا يقول الرب اله اسرائيل بيقول ايه اله اسرائيل قال اطلق شعبي ليعيدوا لي في البري طبعا كلمة اطلق معناها انت مكتفهم انا النهاردة بطلب انك انت تقطع الخيود جميل ان احنا في صلاة التحليل ابونا يقول قطع ربطات خطيانة الواحد فينا متكتف بالخطي مش قادر يتحرك يجي المسيح يقطع هذه الربطات فبيتكلم مع فرعون بسلطان اطلق شعبي اطلق شعبي الله بيسميهم شعبي جميلة هنا يا الملكية دول شعبي انا انت مستول عليهم ليه شعب انت عندك شعبك سيب شعبي ما اجمل ان يكون الانسان منتمي الى الله والله لما يتكلم عنك يقول ده ابني ده شعبي ده كنستي ده هيكلي ده بيتي سيد المسيح لما دخل الهيكل زعل وقال لهم بيتي بيت الصلاة يدع وبعدهم قال لهم هوزا ايه بيتكم يترك لكم خرابة ما اخطر ان تتحول الكلمة من بيتي الى بيتكم لما يكون بيتي هغير عليه لما يكون بيتكم يترك لكم خرابة ما اخطر ان تتحول الكلمة من شعبي الى شعبه او شعبكم لما يكون شعبي اغير عليه اطلق شعب عشان كده احنا لما بنصلي نقول ليا رب احنا اولادك احنا شعبك شعبك وكنستك يطلبون اليك شعبك هنا الكاهن لما واقف على المسبح مش بيقول ليا رب انا شعبي وكنستي بيصرخولك شعبي ايه وكنستي ده شعب الله وكنست الله فيش حد فينا يقول شعبي واولادي وكنستي كنيستي ايه ده كنيست ربنا انا خدام لشعب الله وانا خادم في كنيست الله عشان كده بنقف في القداس نقول له شعبك وكنستك كأن بقول له يا رب هو انا هغير عليه وما اكتر منك بقى شعبك بيصرخلك وانت تسكت ده كنيستك ساعة لما يجي حد يغير على الكنيسة ويعمل سارة وهي سنقول له انت شايل في التقيل ليه شايل في التقيل ده كنيست ربنا وهو المخلص مش ممكن يترك انت تصرخ له اطلق شعبي طيب يطلقهم ليه قال لي يعيدوا ليه في البري طبعا انت عارفين الشعب هيطلع علشان يتحرر من القيود ويبقى امة مستقلة بعد ما كانوا عبيد ويبقى الله الملك بتاعهم بعد ما كان فرعون ويتملكوا الارض بعد ما كانوا سكان غرباء كل دي لخصها ربنا في كلمة يعيده عيد روحاني العيد الروحاني هو الحرية وهو الفرح وهو الخروج من سلطان ابليس عشان كده قال يعيده معلمنا بولس في ارسلته الاولى الى اهل كرونسوس لما بيتكلم عن عيد الفصح واحنا المسيح صار الفصح التعنا قال اذا لنعيد ليس بخميرة عطيقة ولا بخميرة الشر والخبص بل بفطير الاخلاص والحق كرونسوس الاولى خمسة تماما هنا بينبر معلمنا بولس على ايه بيقول في الفصح زمان كان بعد ما يكلوا الخروف ممنوع يكلوا اكل فيه خميرة بينزعوا الخميرة من البيت ويعودوا اسبوع كامل يكلوا فطير بدون خمير فقال ان الخميرة هنا رمز للشر ورمز للارتباط بالماضي عشان كده قال خميرة عطيقة العجينة بتاعت النهاردة حطنا لها حتة من عجينة مبارح اللي فيها خميرة فتخمر العجين كله شلنا منها حتة عشان عجينة بكرة عشان تخمر عجين بكرة فاصبح الخميرة رمز للارتباط بالماضي ورمز للشر لانها بتنتشر فاذا حطينا واحد شرير في مجموعة من الشباب ممكن ينشر فساده زي ما يقولك لو افص برطقان كان في وسطه برطقانة واحدة مع الطبق كل الافص يبوز فباقت الخميرة رمز للشر فلما كانوا في العهد القديم بيعودوا اسبوع كامل يكلوا فطير بدون خمير الاسبوع يعودوا مصدر العمر لانه وحدة زمنية كامل معناها بعد ما تاكل خروف الفصح الحقيقي اللي هو ربان يسوع المسيح تقضي عمرك كله بدون الشر بدون الخطي بدون الخميرة فمعلمنا بولس قال فلنعيد اذا ليس بخميرة عطيقة ولا بخميرة الشر والخبص بل بفطير الاخلاص والحق واحنا في اعيادنا في الكنيسة المسيحية عادة يتقال العبارة دي فلنعيد عيدا روحانيا موجودة في صلوات الكنيسة فلنعيد عيدا روحانيا العيد الروحاني بتاعنا هو ايه ان احنا نقول بصليات ونرز بصوليات ونقول علحان ومتناول وبعدنا تعاطف على الفقير والمريض واللي عنده ظروف ويبقى عيد بتاعنا عيد روحاني اطلق شعبي اللي يعيده لي في البري اقول طب ليه ما يعيدوش جوا مصر يعني لازم تطلقهم عشان يعيدو في البرية هنا نتذكر الاية اللي جات في سفر المزامير على انهار بابل هناك جلسنا فبكين عندما تذكرنا الصهيون على الصفصاف اللي هو شجر الصفصاف هناك علقنا قصاراتنا الذين اصطقونا الى هناك اللي سأونا واخدونا قالوا سبحوا لنا تسبحة من تسبح الصهيون ردوا قالوا ايه كيف نسبح تسبحة الرب في ارضا غريبة ازاي واحد يجي له نفس يعير ويفرح وهو ما سبي كيف يتفق الفرح مع السبي عشان كده الواحد مش ممكن يفرح الا اذا تاب طول ما فيه خطية هناك حزن ولذلك قيل من ثمر الروح اول حاجة محبة فرح سلام عشان نعيش في الفرح الحقيقي لابد ان احنا نمتلق بالروح الكدس ونثمر البرية فما طبعا من ضمن طقوس العبادة والتعييد هيزبحوا زباقح هذه الزباقح قالها عند المصريين مش المصريين كانوا بيعبدوا البقرة طب ازاي والعجل قبيس ازاي ياخدوا العجل ويدبحوه قدام عنين المصريين فقالوا احنا نبعد عنهم ونقدم عبادتنا بطريقتنا ودي كانت رمز الى ان الانسان يجب ان يهرب من الشر ويهرب من الجو اللي بيقوده للخطيئ ولو تفتكروا كان من ضمن الاسئلة اللي جات ازاي اهرب قلت اهرب للداخل مش للخارج اطلق شعبي ليعبدوا ليعيدوا ليه في البري عشان كده يقول لا تحب العالم ولا الاشياء التي في العالم ان احب احد العالم فلاست فيه محبة القاب لازم تخرج من محبة العالم الى البرية لان كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة ليس من الاب بل من العالم المجد بتاع مصر والاستقرار بتاع مصر والمزارع والنيل والبيوت المسكونة كل الحاجات دي يجب ان تتخلى عنها وتعيش في البرية عشان تعرف تقرب من ربنا لان مجد العالم باطل عند ربنا ما اجمل الانسان اللي بيلاقي فرصة للخلوة ما البرية دي معناها برضو خلوة والهدوء في سفر الجمعة يقول ان الهدوء يسكن خطايا كثيرة ويقول كلمات الحكماء تسمع في الهدوء اكثر من صراخ المتسلط بين الجهات كلمات الحكماء تسمع في الهدوء البرية مكان الهدوء وطبعا مش شرط كلنا نطلع في السحرة نقعد عشان نهدى لكن هي الهدوء الداخل صفر اشعي يقول بالرجوع والسكون تخلصون بالهدوء والطمأنينة تكون قوتك يبال انسان قوي لما يعيش في الهدوء طول ما انتقم في صخب نصر مش تعرفوا تعيدولي اخرجوا الى البرية للتعيد يا ترى ايه رد فرعون فقال فرعون من هو الرب حتى اسمع لقوله فاطلق اسرائيل لا اعرف الرب واسرائيل لا اطلقه اجابة مليانة بالعجرف والكبرياء مين ربنا ده اللي انت تتكلم عنه هم العبرانيين دلهم اله ما سمعناش قبل كده ما عرفش ما عرفش ان في اله ليه سيبك من الكلام الفاضي وان كان لهم اله فهو اله ضعيف بدليل ان هم عبيد انا ما شفتش دليل واحد على ان هذا الاله قوي بقى لهم ربعمائة سنة عادين هنا ولهمش اله اله هم نسيهم كل دي اهنات توصل لمسامع رب الجنود زمان سن حريب ارسل الى حزاقية الملك يهدده وكان رئيس الجيس اسمه رب شاقي هو اللي موصل للرسالة لحزاقية وللجنود بتوعه وقال له ان سن حريب الملك قدر على كل الملوك اللي حواليك متعملش نفسك بقى انت الشاطر اللي مش يقدر عليك واذا قلتوا ان احنا لنا اله يحمينا يا ما الناس قالوا على الالهة بتاعتهم وسن حريب قدر عليهم كلهم مفيش اله قدر وقف يقف قدامه فما تجيبوش سيرة الاله بتاعك وقال له كده من من كل الهة الاراضي انقذ ارضه من يدي حتى ينقذ الرب والشالي من يدي مين الرب داش معنى يعني هو اللي هيقدر يعني وفي سفر ايوب من ضمن الكلام اللي قيل عن الناس الاشرار انهم بيقولوا من هو القدير حتى نعبده وماذا ننتفع ان التمسناه وفي سفر المزامير يقول الذيرا قالوا بألسناتنا تجبر شفاهنا معنا من هو سيد علينا وقيل عن ابناء عالي الكاهن كانوا بني بلي عال لم يعرفوا الرب كتير من الناس ما يعرفوش مين الهنا ويستقلوا بيه ويستضعفونا يقولوا انتوا ليكم اله انتوا عندوك اعياد انتوا بتصلوا وانتوا بتصوموا وانتوا عندكم حاجة احنا مش ريفلكم حاجة وانت تحس بالاهانة وتقول ايه ربنا سكت ليه اهو نفس الكلام اللي قاله فرعون قالوا من هو الرب حتى اسمع لقوله فاطلق اسرائيل لا اعرف الرب واسرائيل لا اطلقه عموما ربنا كان قايل لموسى ان فرعون مش هيسمع كلامك بسهولة وان خروج الشعب من ارض مصر هياخد وقت وياخد جهد ودي لسه اول جولة لسه فرعون ماسمعش عن يهوة اله اسرائيل ولسه ما شافش ايده القوية الجبارة انا اقدر التمس العزر الفرعون في اول موقف ده لكن لسه عندنا عشر ضربات في كل مرة كان فرعون يتقصف لكن اول مرة دي تعدي يعني ممكن تعدي من هو الرب حتى اسمع لقوله فاطلق اسرائيل لا اعرف الرب واسرائيل لا اطلقه طبعا الكلام ده فيه نوع من الاهانة تعرفين زي ايه واحد من الشباب تطوع ان يخدم افتقاد فاخد عنوين البيوت وراح يخبط على بيت اهانة لكلمة الله ولعبيض الله وخدامه طب يعمل موس يمشي زعلان لا وقف قدام فرعون وقال له استنى بس هقولك كلمتين قرر له الطلب بصيغة اخر فقال اله العبرانيين قد التقانا فنذهب سفر ثلاثة ايام في البرية ونسبح للرب الهنا لألا يصيبنا بالوبأ او بالسيف لحظوا في المرة الاولى بيتكلموا بلسان ربنا هكذا يقول الرب اله اسرائيل اطلق شعبي ليعيدوا لي في البرية كلام فيه سلطان لانه من فم الله في المرة التانية بيتكلموا بلسانهم كأنها يعني ايه المذكرة التوضحية بعد ما قالوا له ربنا بيقول له اطلق الشعب قال له طب يعمل معروف ما تدخلناش في مشكلة الهنا التقانا وقالت خرجوا تعبدوني واحنا لازم نطلع له يعني بيتوسروا ايه الفرعون بتوسروا في المرة الاولى عشان كان بلسان الرب قالوا احنا هنعيد ربنا قال اخرجوا عشان تعيدوا في المرة التانية عشان بيسانهم هما قالوا لازم نسبح لرب الهنا الله يعلن لنا محبته ورغبته ان نفرح بالتعييد واحنا بنعلن احتياجنا للزبيح خلي بالكم من دي ما قالوش في الاول هكذا يقول الرب اطلق شعب ليسبحوا ليه في البرية الله مش محتاج زبائح الله محتاج ان احنا نفرح اخذين بالكم من دي ربنا بيقول عايز الناس دي تخرج تعيد وقعدين لما قال احنا عايزين نخرج ليه عشان نتبح له لان احنا محتاجين زبيح هنقدمها لإلهنا الله غير محتاج للزبيح كل ما صرت الله ان شعبه يعيد ويفرح لكن احنا مش هنفرح الا بالزبيح وعشان كده قالوا سفر ثلاثة أيام ولا يخفى على ما سمعكم ثلاثة أيام يعني ايه الموت والقيامة نذهب ثلاثة أيام في البرية ونسبح لرب اله لألا يصيبنا بالوبأ او بالسيف طبعا كان زمان الفكرة عن الاله انه منتقم جبار وان لو ما عملناش العبادة ينتقم مننا بالوبأ او بالسيف وهذا المفهوم كان موجود عند فرعون كأن موسى بيكلم فرعون بلغته بيقول له مش انت فاهم ان الالهة بتعودكم لو انت مقدمتش العبادة يغضبوا عليكم ويبيديكم طب ما انا برضو عندنا الهة يعمل كده لو احنا ما انتبهناش لنفسنا وعبدناه هيصيبنا بالوبأ او بالسيف واحنا موجودين في ارضك لو جه الوبأ علينا ممكن يضر شعبك ولو جه السيف علينا بحرب هتضر بلدك فالهنا محتاجين ان احنا نرضيه عشان انت متتقزيش كأن كلام موسى كده انه يتكلم مع فرعون باللغة التي يفهمها لكن ايه اللي احنا فاهمينه عن الهنا الهنا مش ممكن يصيبنا بالوبأ ولا بالسيف لكن العكس انه يحمينا من الوبأ والسيف فساعة ما يزعل هيرفع الحماية ساعة ما يزعل يرفع الحماية ولما يرفع الحماية نلاقي الوبأ والسيف اخدوا مجالهم فينا وضيعونا فعشان كده قال له مفروض ان احنا نعبد الهنا بطريقة مزبوطة في سفر اللاويين ربنا برضو تكلم معاهم كده واشترت عليهم ان هم يعبدوه بتقوة وإلا وإلا اجلب عليكم سيفا ينتقموا نقمة المصاب وارسل في وسطكم الوبأ فتدفعونا بيد العدو الله يصر بانه يحمينا لكن مش غصبا عننا لما احنا نتركه يقول انتوا احراء انا هجبكوا بالعافية وممكن لما يتركنا يبع صايا التأديل عشان نقول انه اللحق ونرجع له تاني وانتما تريحانهم من اسقالهم الموضوع بالنسبة لفرعون ما يهموش لا عبادة ولا ارضاء الله ولا تعييد ولا حرية يهموا الانتاج قالوا انتوا بتبطل الشعب من اعماله من ضمن الوسائل اللي بيستخدمها الشيطان عشان يشغلنا عن ربنا خسرة الاعمال والشغل الشيطان ليحية الرديقة كثيرة فيه انسان الشيطان يدخل عن طريق الخطايا يعلمه الكتب والنجاسة يعلمه السرقة ويعيش بقى حياة وحشة فيه انسان تاني اخلاقه طيب مش ممكن يقبل على نفسه يسرق ولا يكذب ولا يغش ولا يعيش في نجاسة انسان مخلص وامين طيب الشيطان يسكتله يروح يخترع له طريقة جديدة انه يشغله في شغل فممكن مثلا اتقابل مع شاب اقول له انت ايه اخبار اجم تروح الكنيسة يقول لي بصراحة ما بروحش طب ليه؟ يقول لي اصلا انسان احب الشغل يتكلم عن نفسه بفخر انه هو ما هو زي شباب الواقف في الشوارع يقول انا ما عندش دي افاضي انا كونت نفسي بنفسي انا من صغري وانا بشتغل مع الدراسة وذكرت وانجحت واشتغل وعملت نفسي مشروع وكبر ومشغول فيه مغموس فيه لا اعرف سجارة ولا اعرف شماشية كده ولا كده ولا بيت برا ولا عملت حاجة غلط مستقيم بس بقى ما بروحش الكنيسة غزبا عني ربك رب قلوك دي خدعة شطان ما هو صحيح جاهل واحد زميله غرقه في التفاهة لكن هو كمان غرقه في المشغولين الاوحش من كده ان فيه نوع ثالث يحب ربنا ويحب الكنيسة فالشغل ما يشغلهوش ولا شهوات تعطله طب الشطان ده يجيله ازاي تعفين يجيله ازاي بانحراف العقيدة من قطر حبه في ربنا يعرفه على وعاز وعلى ناس بتقول وترانيم واجتماعات ويلف الدنيا كلها وما يسبش اجتماع ما يسبش كنيس وفي وسط هذا كله انحرافات العقيدة تدخل اليه والناس تقول يعني مش احسن من اللي بيقعد على الاهاوي يعني مش احسن من اللي مش عارف بيعمل ايه ده راجل كويس ومقضي وقت كتير في الكنيس بيلف على كل الكنيس كل الانواع يعني بيعتبروا دي علامة ان هو كويس بديد خدعة شطان ما الشطان ما يسكتش اقعد فكروا ان الشطان يستسلم بيجس النبط يشوف ده انهي نوعه ويدخلوا من حتازه ده بتاع شهوات يغرقوا شهوات ده بتاع شغل يغرقوا شغل ده بتاع دين يغرقوا دين ومن الشطان وهتلاقوا كده قدام التلفزيون فيه واحد قاعد طول الوقت يتفرج على مسلسلات ومسرحيات وتمثليات وكرة وفيه واحد تاني قاعد على نشرة الاخبار ومعرامج الثقافية وفيه واحد تاني غرقان فيه القنوات الاباحية اللي فيها نجاس وفيه واحد تالت قاعد بقى يتفرج على القنوات الدينية وضميره مستريح ان هو شفر التلفزيون على خمس ست محطات بس ما بيجيبوش غرسية ربنا وقاعد طول الوقت يسمع كلمة ربنا في طريقه منحرف والشطان اخر هسل نطمن تماما لان كل دول بايعي اهو فرعون بيعمل كده بيقوله نخرج نعبد ربنا قال لا الشغل الشغل اهم الشغل عبادة مش فيك مقولة بتقول كده الشغل عبادة يعني بلاش ربنا بقى لماذا يا موسى وهرون تبطلان الشعب من اعماله لقد صارت العبادة في نظر فرعون عطلة ودي النظرة دي ما زالت نوجودة غاية النهاردة عندي ناس كتير الولد بيقول يا ماما انا عندي فاصل عداد خدمة دلوقت يا ابن انت بسنويا عاما قعد ذاكر ما تتعطلش طب انا عندنا قداس دلوقت انا بتكلم هنا عن الولد الكويس اللي بيزاكر ونفسه يروح الكنيس مش اللي جاي يوقف في الحوش اللي جاي يوقف في الحوش ده انقدر نقوله لأ انت ضيعت وقت كتير لكن ده جاي يحدى القداس وهيروحي ذاكر او جاي يحدى اجتماع قدات خدمة اجتماع سنوي وهيمشي في البيت يعطلوه ليه؟ ذاكر في الصفت بتعمل عايز تعمل دي نفس الكلمة بتاعة فرعو انتو بتعطلو الناس عن الشغل بحجة العبادة سبكم العبادة الالحاد لما طلع في منطقة اوروبا الشرقية وفروسيا من سنة 1917 كان من ضمن الكلمات اللي قالوها قالوا ان الكنيس بتعطل الناس عن الشغل تعطيل كل ناس تيجي في الكنيسة وتقعد ساعة تسمع محاضرة تضيع وقت ويعود يحسبوها ازاي يقول لك حاضر في الاجتماع ان هذا مثلا سبعمائة واحد يعني فيه وقعدوا مدة ساعتين يعني فيه الف ربعمائة ساعة ضاعف مش خسارة مش كان دول يعملوا انتاج ويخلوا البلد تنهض وبعدين ارض كبيرة وعملينها كاتدرائية مش كان احسن تبقى مستشفى ولا تبقى مدرسة ولا تبقى مصنع استولوا على كل الكنائس في روسيا وحولوها الى مصانع مستشفيات ومدارس باعتبار ان دي حاجة بتضيعي الوقت ومنعوا الناس ينشغلوا بالعبادة وقالوا لهم تضيعي وقت وطلعوا المقولة الرديئة اللي قالوا فيها قدين افيون الشعوب يعني افيون الشعوب يعني الواحد ييجي الكنيسة يبسطط وخارج لا بيفكر في همومه ولا في مشاغل ولا في شغله لان الكنيسة قالوا له وعزة خلوه يدوش وراح بقى مبسوط وخلاص يعني كأننا بتغيب الناس عن واقعهم وعن وعيهم وتحت هذا الادعاء منعوا اي حد يصل لو انتم ناس فير عادلين قولوا الافكار بتاعتكم بس بتمنعوش حد اللي اقتنع بيكم يقتنعوا اللي ما اقتنعاش هو حر لا كانوا بالجبر لما يسمعوا ان حد بيدخل كنيسة ولا بيصل في بيتهم كانوا يعقبوه واحيانا العقبات كانت السجن في سيبيريا اللي هي التلب واللي يروح هناك ما عرفوش يعني قراره لا يرجع ولا يعرف عنه حد وكان احيانا عشان يعينوا واحد في شغل يسألوا اسئلة في الالحاد لو هو مؤمن بالله ما يدخلهوش في الشغل لدرجة من القصص الطريفة اللي ذكرت ان فيه بنت يتيمة نفسها تشتغل بس مؤمنة وهي رايحة تعمل انترفيو متوقعها يسألوها انت بتؤمني ولا ملحدة لو قيت لهم ملحدة عشان ما تتحكش عليهم يسألوها تب يثبتلنا ان الله مش موجود فتقعد تقول لهم الكلام اللي بتحفظه له يستثبت بنا ان الله مش موجود عشان تنجح في الامتحان ويشغلوها فوقفت البنت تصلي تقول له يا رب يسوع اديني قوة اننا النهاردة اثبت لهم ان انت مش موجود عشان يشغلونا كانت حاجات عجيبة في هذه البلاد يعتبرون ان العبادة وان الله مضيعة للوقت عموما ربنا كان قال لموسى لكني اعلم ان ملك مصر لا يدعكم تنضون ولا بيد قوي احنا مش مطالبين ان احنا نبطل شغل لكن كمان مش مطالبين ان الشغل يمنعنا عن الصلاة ما اجمل الانسان اللي يشتغل وهو قلبه ومشغول بالله ايه المانع ان الواحد يبقى منتج وشغال كويس لكن ما فيش هم في قلبه اصل اللي شغال طول الوقت دوت معناه مهموم الحياة متسعة ان الانسان يشتغل ويستريح ويتفسح وياخد اجازة ويزور الناس وفيه تعاون وفيه علاقات وفيه محبة ما هيش الحياة 24 ساعة شفر محدش في الدنيا يقدر يشتغل 24 ساعة ولا الطلبة اللي بيذكر هو تفكر الولد اللي قاعد على الكتاب عشرة ساعات ورا بعده بيستوعب انتو حبستوه في القودة ما تطلعش غلما تخلص مش هيخلص لان هو مش بيستوعب فيه قدرة للزهن بعدها خلاص بيقفل ده الكمبيوتر لما بنعود نشتغل عليه كتير بيهنج لازم ياخد النفس المكنة اللي بتشتغل على طولها تدوس لازم تستريح ده احيانا في شركات النقل والسياحة لما يكون عنده اسطول من الاوتوبيسات بيدي كل اوتوبيس اجازة مرة في الاسبوع الاوتوبيس ده ما يخرجش كل اوتوبيس ليه رقم في اوتوبيس ما يخرجش كل يوم وإذا كان حتى الشركة شغالة يوميا اوتوبيسات نفسها تاخد اجازة فالبني ادم لازم يستريح ربنا اعطانا ان احنا يكون لنا يوم راحة واليوم ده وتبقى فيه عبادة لذلك السيد المسيح علمنا وقال ايه لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون ولا لأجسادكم بما تلبسون اليست الحياة افضل من الطعام والجسد افضل من اللباس انظروا الى طيور السماء انها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع الى مخازن وابوكم السماء ويقوتها الستم انتم بالحري افضل منها ولماذا تهتمون باللباس تأملوا زنابق الحق كيف تنمو لا تتعب ولا تغزل ولكن اقول لكم انه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل او ماذا نشرب او ماذا نلبس فان هذه كلها تطلبها الامم لان اباكم السماوي يعلم انكم تحتاجون الى هذه كلها لكن اطلبوا اولا ملكوت الله وبر وهزيه كلها تزاد لكم مفيش مانع نشتغل لكن الشغل ما عطلناش عن العباد اوعوا الاسقال لماذا يا موسى وهرون تبطلان الشعب من اعماله اذهب الى اثقالكما هنا اعتراف من فرعون ان الشغل اللي هو مشغله للناس دول اثقال انت عارف يا فرعون ان انت متقل عليهم يقول ايوه عارف انت مش حرم عليك يقول ده انا قاصد ده انت لسه هتشوف هتقل العيار عليهم طب ليه يقول لان لما يكون عليهم اثقال ما يفكروش في الحرية ما يفكروش في العبادة ما يفكروش يخرجوا عن طوعي المنهج ده كانوا بيستخدموه زمان السادة مع العبيد لما يكون واحد عنده عبيد يخلق لهم شغل لدرجة ممكن يخليهم يهدوا صور ويبنوا من جديد وهو مش محتاج الحكاية دي يقولك اصلهم لو قعدوا يتسمروا مع بعض ويحكوا مع بعض ويفكروا ازاي يخرجوا ويهربوا من طوعي فطول ما هم مهمومين بالشغل اهم اشغلين بي الشطان يريد ان احنا ننشغل باي حاج ان ما كانش شهوات يبقى اشغال وما كانش اشغال يبقى تدين مزيع انهم الواحد ينشغل فميبقاش عند وقت ربنا ولا رغبة في ربنا بعد ما فرعون قال كده لموسى وهارون فامر فرعون في ذلك اليوم مسخري الشعب ومدبريه قائلا لا تعودوا تعطون الشعب تبنا لصنع اللبن كامس واول من امس ليذهبهم ويجمعوا تبنا لانفسهم ومقدار اللبن الذي كان يصنعونه امس واول من امس تجعلون عليهم لا تنقصوا منهم فانهم متكاسلون لذلك يصرخون قائلين نذهب ونذبح لإلهنا ليصقر العمل على القوم حتى يشتغلوا به ولا يلتفتوا الى كلام الكذب هنا مفرعون دعا المسخرين والمدبرين المسخرين كانوا من المصريين ناس مصريين مسؤولين عن التسخير اما المدبرين فكانوا من العبرانيين لما يستنضفوا واحد كده يعني عنده مخ شوية وهيعتبروا ان هو ممكن يكون قائد يقولوا تعالى انت تبقى مدبر لمجموعة ولكنه ما زال عبد ففي مسخرين وفي مدبرين فاستدعاهم فرعون وقال لهم في مؤامرة الناس دول بيفكروا في التمرد والعلاج ان انتم تشددوا عليهم العقوبة ما تدهمش التبن ويعملوا التوب اللي بيعملوه كانوا التوب ده بيعملوه ازاي يجيبوا طينة بتاعت النيل ويعجنوها مع التبن فالتبن يخليها متماسك وحطوه في الشمس جاتنا تنشر لغاية قريب الحاجات دي كان بتاعت وبعدين يبنوا منه البيوت القصور والمعابد والاهرامات كان يبنوها من الاحبار لكن البيوت كانت تبني من التوب اللي فقال لهم العقوبة ما تدهمش تبني هم يجيبوا تبني طريقته والاكتر من كده ازا كان الواحد بيعمل في اليوم مثلا مئة قلب توبة ولا سبعين ولا تمانين هو هو يجيب نفس الرقم يقللوش فاصبح هنا الحمل اكتر بدل ما تبني جاي لغاية عنده وهو بيشتغل هيطلع بره في الغطان يلم ده وقت وجهد بعدين يرجع ومطالب ان يعجن ويعمل نفس الكمية بتاعت الامبارح واول امبارح بقوا في بالية خلي بالكم اي واحد فينا ناوي فلفص من الشيطان هيتقل العيار عليه اول ما يجي الواحد يقول بقى انا ناوي اتوب واسيب الحكاية دي وامشي بسكة ربنا تلاقي باب الشهوات اتفتح له على نصر عين مجرد اخد قرار يلاقي الاغراءات والفرص اللي كان بيدور عليها تجيله لغاية تحت رجله ويلاقي الشيطان اتجنن ازاي يسيب واحد من اتباعه يخرج من ايديه بسهولة كتير منكم يشتكوا الشكوى دي يقول انا كنت كويس من غاية ما عرفت باب الكنيسة بدأت المشاكل والمتاعب والتجارب ثم طبعا دي حاجة طبيعية الشيطان ما يرضاش بالتوبة ولا يفرح بالعمل الروح ولذلك يعد يحارب اكتر موسم الشيطان فيه شعل السيام الكبير كلكم مختبرين هذا لكن على اي الاحوال معلمنا يعقوب في رسالة يقول احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعونا في تجارب متنوعة عالمين ان امتحان ايمانكم ينشئ صبرا واما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين وكاملين غير نوقسين في شيء يعني مفيش مانع نستقبل التجربة ايه يحصل ايه وفي يشوع بن سراخ يقول يا ابني ان اقبلت لخدمة الرب الاله فاسبت على البر والتقوى واعدد نفسك للتجربة ارشد قلبك واحتمل امل اذنك واقبل اقوال العقل ولا تعجل وقت النوائب النوائب يعني المصائب انتظر بصبر ما تنتظر من الله يقول له مهما نابك فاقبله وكن صابرا على صروف اتضاع فان الذهب يمحص في النار والمرضيين من الناس ومحصونا في اتضاع يعني حتى لو الشيطان زود العيار ربني يقول لك ما يهمكش ده الفيداتك لمصلحتك اوعوا تفكروا ان العالم لما يشد علينا هيضرنا هيقوينا لما ييجي واحد يشتكي ان الامتحان بالنسبة له صعب وبالنسبة لزميله سهل ويقول ان فيه هنا تفرقة نقول له ولا يهمك ده كده وسيلة انك انت تتقوى وهتبقى انت متميز عن زميلة هو هيطلع مرخرخ وانت تطلع شديد هو طلع مش فاهم في مادته وانت طلع فاهم فعدو الخير فيما يدبر اشياء لازيتنا الله يستخدمها لصالحنا لو كان العالم يعني فرش لنا الارض بالورد كنا هنطلع مرخرخين احنا كمان لكن شكرا لله انه بيسبب لنا متاعب لانها هتقوينا احيانا عندما نلجأ لله نعاني واحيانا المعاناة تأتي لانك تعمل الخير في عالم شرير والعجيب ان انت تلاقي الناس الاشرار يزيدوا في الشر ومحدش يكلمهم وانت بتتظلم وبتتعب مش دا المنظر بتاع فرعون بقى احنا رحين نقولك عايزين ناخد اجازة ثلاثة ايام عشان نعيد ونحتفل لالهنا ومتتقل علينا العيار فخرج مسخر الشعب ومدبروه وكلموا الشعب قائلين هكذا يقول فرعون لست اعطيكم تبنا اذهبوا انتم وخذوا لانفسكم تبنا من حيث تجدون انه لا ينقص من عملكم شيء غلاب الناس دول فتفرق الشعب في كل ارض مصر ليجمعوا تب قشا عودا عن التب وكان المسخرون يعجلونهم قائلين كملوا اعمالكم امر كل يوم بيومه كما كان حينما كانت تبنا امر كل يوم بيوم يعني فريضة اليومية فضرب مدبري بني اسرائيل عشان تبعوا مش قادرين يجيبوا الكميات فرحوا جايبين المدبرين دربوهم عشان المدبر من دول ينزل مدغاز يضرب في الناس ويبقى هم بيدربوا في بعض واقعهم في بعض فضرب مدبري بني اسرائيل الذين اقامهم عليهم مسخروا فرعون وقيل لهم لماذا لم تكملوا فريضتكم من صنع اللبن امس واليوم كالامس اول من امس فجنباء مدبروا بني اسرائيل وصرخوا الى فرعون قائلين لماذا تفعل هكذا بعبيدك راحوا يشتكوا الفرعون يقولك بيستجير من النار بالرمداء يعني واحد راح يشتكي الفرعون من القساوة وهو فرعون نفسه ينبوع القساوة لماذا تفعل هكذا بعبيدك التبن ليس يعطى لعبيدك واللي ابن يقولون لانا اصنعوه وهوز عبيدك مضربون وقد اخطأ شعبك اخطأ شعبك ممكن تتاخد بمعنيين شعبك اللي هم المسخرين العمرين يضربونه غلط ماينفعش ان شعبك يغلط وممكن نفهمها بمعنى تاني ان احنا العبرانيين احنا شعبك برضو وادين اغلطنا وما تزعلش مننا مش هنقول تاني عايزين اجازة نوع من التخازل قد اخطأ شعبك ففرعون دو منتهى القساوة والعند قال له هم متكاسلون انتم متكاسلون لذلك تقولون نذهب ونسبح للرب فالان اذهبوا واعملوا وتبنوا لا يعطى لكم ومقدار اللي ابن تقدمونه راحوا يستجيروا بفرعون لكن هو نفسه اللي كان صاحب القرار كيف يتراجع عنه لا يوجد رحمة هل الشيطان عنده رحمة اروح اقول للشيطان لو سمحت متحربناش تاني ميبقى الشيطان بقى فرعون لو رحم الناس دو ميبقاش فرعون عشان كده اللجوء لله مش للناس فرقى مدبروا بني اسرائيل انفسهم في بلية اذ قيل لهم لا تنقصوا من لابنكم امر كل يوم بيومهم وصادفوا موسى وهارون موقفين للقائهم حين خارجوا من لدن فرعون طبعا موسى وهارون انتردوا من اقدام فرعون فوقفوا قريبين من الاسر يشوفوا المدبرين دول هيوصلوا لايه قالوا جايز ربنا يعمل بيهم ويحنن قلب فرعون ونشوف ايه النتائج فهم خارجين من الاسر لقى قدامهم موسى وهارون قالوا لهم كلام شديد قالوا لهم ينظر الرب اليكم ويقضي يعني ربنا ينتقم منكم دي بالزبط كده انتوا ايه اللي عملتوا ده احنا نقصنكم احنا كنا عايشين وسكتين وامتهيجوا علينا فرعون وتخلوا الحكاية تبقى كده ينظر الرب اليكم ويقضي لانكم ما انتنتمى رائحتنا في عيني فرعون وفي عيون عبيده حتى تعطيه سيفا في ايديهم ليقتلونا كلمة انتنتمى رائحتنا في عيني فرعون يعني خلتنا منظرنا وحش ما احنا كنا سكتين وده بالزبط كده لما الشيطان يهج علينا مش نلجأ لربنا الناس تقول يا ريتنا ما كنا نروحنا كنيس قادر اللي بيروح وراك كناس قادر اللي اسمعنا كلام ابونا قادر اللي اسمعنا كلام الانجيل قادر ما خدناش منه غير الضرب ويفتد الناس يتزمروا على الله مسكين موسى وهرون قدام ثورة الناس دي موسى وهرون كان هدفهم تخليص الناس ما اخدوش منهم غير الاهانة كان مفروض ان شعب الله والمدبرين والناس دول يقدروا الموقف وتعاطفوا مع موسى وهرون ويقولولهم الحكاية اتقزمت عند فرعون يلا نصلي يلا نعمل صيام يلا كلنا نرجع للرب لكن شعب متعب وجهوا اللهم الى المخلصين ولا عجب لان بعد كده جه المسيح نفسه وتشتن واهين وهو كان جاي من اجلنا هو كان المسيح عايز اغر ان احنا نبقى كويسين انا بشبهها زي بالزبط ام يمكن قلتلكوا التشبيه ده قبل كده ام نفسها ابنها ياكل فتجري وراه في كل الشق ومعها في ادها الاكل وتأكلوا وهو الوقت بيزوغ منها تفتح له بققوا بالعاكل وتحط له وبعدين هو يجمع الاكل ويجي في الشهة يروح تفه في الشهة تقول له يا ابني يعني ماخدش منها غير كده تقوم تغسله الشهة وتيجي تأكله برضه احيانا شعب الله بيعمل كده مع الخدام تبص تلاقي فيه مشكلة يقول لك والبابا شنو ده ساكت ليه قال لي يكون فرعونه وهو يعني من بره ومن جوه مش احنا نقف نصلي ولا تعب من بره وتعب من جوه مش كيفاء يا فرعون تيجوا انتوا كمان تهينوا رجل الله ورجال الله وخدام الله مش الاحسن نحن نقف نصلي وندي صلاة ان الله يعطيهم حكمة ومعونة وقوة لقد اخطأ مدبر الشعب في ملامتهم لموسى وهارون وكأنهم في هذه الملامة قالوا فرعون احسن من ربنا قادينا قاعدين وبناكل وبنشرب وعايشين زي طفل لغاية ما نموت لكن ليت هيجوا فرعون ضدنا شوفوا الكلام بقى الجميل فرجع موسى الى الرب هو ده الكلام موسى ما جاوبش الناس دي ولا قال لهم حاجة ولا دفع عن نفسه ولا حتى قال لهم كلمة تشجيع هو قال انا مين اللي مكلفني ربنا ارجعنا لا يوجد ملجأ لخادم الله الا الله نفسه ما اجمل المسبح وتعزيات المسبح ما اجمل وقفة الصلاة لما يكون الكاهن او الخادم مهان ومشتوم من شعبه اللي بيخدمه بعينيه وبقلبه ويرجع للمسبح يبكيله يقوله انا انا ما رسمتش نفسه انت اللي بسمتني انا ما قحمتش نفسه على الحدمة انت اللي جبتني فانت يا رب تتولى هذا الامر فرجع موسى الى الرب ممكن لو سمحتوا الادي تحفظوها وتشيه كلمة موسى تحط اسمك يبقى كل واحد فينا يرجع الى الرب يا بس لديه شكواه قال له ايه كأنه بيبكي يا سيد لماذا اسأتي الى هذا الشعب انت كده عملت لنا مشكلة يا رب لماذا ارسلتني الناس اكلوا ايشي ماش انا اقيل لك من الاول بلاش وخمس مرات اعتذلك وانت زعلت مني انا متوقع يا رب ان انا اول ما ادخل عند فرعون يخاف مني لاننا جاي له من عند الله اللي اقوى من فرعون ده رب قال كلامت شديد عليك قال ما عرفش ربنا وربنا مين دوت وايه الاله اللي انت بتقول عليه واستقل بيك وشدد العيار على الناس لماذا ارسلتني فانه منذ دخلت الى فرعون لاتكلم باسمك اساء الى هذا الشعب وانت لم تخل الشعب ما اجمل ان انا ارجع لربنا عده ما يزعلش حتى متى يا رب تنساني اصرخه ربنا ما يزعلش لما نصرخه لقوله انت سبتيني ليه هتعود لغاية انت سيبني واصارعه حتى الفج زي ابونا يعقوب وقال له لا اتركك ان لم تباركني وتخلصنا من هذه الشدة والضيق احنا ما لناش ملجأ غيرك مش هنشتكل حد ولا هنستعين بحد ولا لنا ملجأ لان الناس كلهم هيكونوا ضدنا انت وحدك لتشفق علينا ربنا يرد عليه فقال الرب الموسى الان تنظر طول بالك الان تنظر ما انا افعل بفرعاوة فانه فانه بيد قوية يطلقهم وبيد قوية يطردهم من ارضه دي النتيجة النهائية بس طول بالك يا موسى انت ايه من اول مرة ده انت لسه دمك عشر ضربات انت تفكر فرعون يجي بالسهل انا عايزك يا موسى تبقى فاهم اني ما سبتكمش ولازم تصق فيه ولازم تفهم ان فيه خطة انا هتطرد واني بدبر الافضل ليكم كل ما ييجي الشيطان يعكسني يقول له ربنا ساكت وسايبك للظلم اقول له مش ممكن يسيبني انا واصق فيه وانا هكرمه حتى وانا مظلوم وهصليله وهعبوده وهبقى منفصل به حتى لو الدنيا كلها قلت لي ان الله تركك انا فاهم ان لي خطة في حياتي وانه بيدبر لي الاحسن حتى لو ما كانش النهاردة شفنا في قصة يوسف الصديق ان الالمات والضيقات والتجارب والظل قعد معاها 13 سنة وفي الاخر ربنا نصفه وكان كل الظلم معبر الى المجد الهنا ليس اله ضعيف بيرعى شعب عبيد ولكنه اله مخلص ولما بيخلص بيخلص بيد شديدة وازراع عالية الهنا لما بيحررنا مش عشان نتباح له زبائح ولكن عشان نعيد له عيدا رحانيا ونفرح بالحرية شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة موسيقى شكرا للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر